غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صعود جدة بعد ظهر اليوم متوجها إلى خارج المملكة في إجازة خاصة وكان في وداع الملك بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير خالد بن فهد بن محمد والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن فهد بن محمد والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار وخادم الحرمين الشريفين والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيره للحرس الوطني والأمير سطان بن سعود بن عبدالعزيز والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن سعود بن محمد والأمير توركل عبدالله الفيصل والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطان بن عبدالعزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز والأمير سعود بن بدر بن محمد والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالدوان الملكي والأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز والأمير عبد العزيز بن ممدوح بن عبد العزيز والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار بالدوان الملكي والأمير فيصل بن سلطان بن محمد والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيله إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي وكيله إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية والأمير خالد بن سعود بن خالد والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار السمو وزير الداخلية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز والأمير عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد والأمير تركي بن فيصل بن عبد المجيد والأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز والأمير خالد بن عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وأصحاب الفضيلة والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملك الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نايف رئيس المجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة وقد غادر في معاية خادم الحرمين الشريفين يده الله صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز كما غادر في معاية خادم الحرمين الشريفين كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف والمستشار في الدوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمالي لغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة ورئيس المراسم الملكية خالد العباد ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم زقزوق ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الدوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد العسكر ورئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد العوهلي ونائب رئيس الدوان الملكي عقل العقل ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر